طب يا كابتن عادي قدام قياس يعني بعض الناس زي عمر كده بتقول لك هو بقيس اللعيب يستنى مثلا بعض الانديت شوف او الله ده لعب قدام الاهل كويس او جاب جون او لعب قدام الزمالك او لعب قدام فيوتشر وعمل ماتش كويس هل ده من قياس انك ممكن تقيس عليه لعيب من خلال مباراة او اتنين شوف يا كابتن هل لابد نعمل زي ما العالم كله بيشتغل طبعا انت عارف الكلام ده لكل نادي يبقى فيه ميزانية الميزانية دي انا مرتبط من اول يوم لحد نهاية الدوري ان الفلوز اللي انا موجودة عندي في الخزنة انا لن اتجاوزها اللي بيسموها الباجت اهو كده فانا اختار اللعيبة اللي انا محتاجها فقط ليه لان انا مرتبط بميزانية طول ما احنا في مصر ما عندناش الحتة ديت النادي الوحيد اللي بيقوم بالدور ده النادي الاهل معروف الميزانية بتاعته معروف الكورة بتصرف ايه ومحتوط باجت بشكل معين ممكن يزيد 10% يقل 10% لكن فيه باجت معين للترانسفير انما زي ما حركت افضلت ايه نادي جايب 14 لعيب طب دول عبال ما ينساجموا هيكونوا الدول الاولان يخلص عبال ما اللعيب اللي انا جايبه علشان وارد جدا انا اجيب 7-8 لعبين وفيه اندية منافسة السنة اللي فاتت جابت لعيبة بليارو شوية ومع ذلك محدش منهم نجح نجاح كامل واحد ولا اثنين بس ليا دوبك وصلوا لمرحلة انما الباقي كله ما قداش بالشكل على مستوى الدوري كمان فريق الاعداد لو الجداول بتاعت السوق الانتقالات موجودة يلا ننزل بيها ونبص عليها احنا ونضيف وننقشة برضو مع ديوفنا نشوف رأيهم فيها ايه لان العملية بالنسبة للسوق المصري بتختلف شوية عن السوق الاوروبي يعني زي ما انت بتقول يا كابتن بيكون فيه باجت معين ده صفقات وقايمة الرحلين مثلا عن بيراميدز خلال الفترة الانتقالات اللي احنا فيها ديت طبعا مهلل لاشين انتقل من فيوتشر راح للبيراميدز مصطفى فاتحي طبعا انتقل من التعاون يوسف اسامة نبيه انضم من نادي الزمالك هو وصيف فاروق جعفر مايلي طبعا الكنغولي انضم من يانجي افريكا عماد ميهوب ده لاعب امبي او حارس مرمى اعتقد امبي انتقل برضو وفخر الدين بن يوسف راحل عن الفريق ده قائمة تقريبا اتكلم اتنين اربعة ستة او سبع تمن لعيبة موجودة ده على سبيل فيو وما زال لسه الامور مفتوحة يعني اتفادرك 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 طبعا لسه فيه اكتر فيه صفقات تانية فطبعا هو نادي امبي عنده من اللعيبة ما يخفيه لكن برضو الكلام اللي انا كنت بقوله ان انا الميزارية بتاعتي مفتوحة طبعا انا بدفع عشر قرش العشر قرش دول انا مفروض ان انا كنادي استثماري مفروض ان انا المدخول اللي جايلي يبقى مفروض اكتر لان انا مستثمر الكلام ده طبعا ما بيحصلش فطبعا لابد نظام اللعب النظيف يبقى موجود في مصر ومش هيحصل ايه لازا كان فيه قرار من الاتحاد ولابد يبقى الكاف والاتحاد الدولي يبقى فيه نوع من انواع السيطرة على الموضوع ده لان الموضوع ده بيخلي فيه نوع من التنافس الشريف بين الاندية بيبقاش فيه نادي معه فلوس يعني هو خلي بالك برضو كانت بتكلم صح مليون في المية بس فيه بعض الانتقالات بتبقى انتقالات مجنية يعني ممكن جدا انتقال حر انتقال حر ممكن جدا يجيب لعيب بمبلغ معين مقابل انه يدي له لعيب تاني فالعملية ده يتفى مصر شوية مختلفة عن اوروبا